أنشطة متنوعة نظمت مؤخراً بقرية بمحمد بإقليم تونات احتفاءً بالذكرى التاسعة عشرة لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والذكرى السابعة والستين لتأسيس مؤسسة التعاون الوطني الأنشطة تضمنت تقديم عرض وشريط وثائقي مؤسساتي حول الألف يوم الأولى من حياة الطفل في طار الحملة الوطنية للتحسيس والتوعية بأهمية هذه الفترة التي تبتدئ منذ بداية الحمل حتى السنة الثانية من عمر الطفل عشنا أجواء احتفالية في تكريم فعاليات إعلامية بقرية أبا محمد وكذلك فعاليات إعلامية جادة في قرية أبا محمد وعشنا أجواء احتفالية من إحياء براعم أطفال المركز وكذلك تلاميذ برنامج الفرصة الثانية الجيل الجديد وتم بالمناسبة تكريم بعض الفعاليات التي تنتمي لجماعة قرية أبا محمد وتسليم جوائز التخرج لفائدة 165 مستفيدا ومستفيدا من مركز التكوين وإدماج المرأة برسم موسم 2022-2023 وتوزيع جوائز تقديرية على المتفوقات في جميع الشعب والتخصصات شكرا